قام حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء أمس وسمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله بزيارة إلى مبنى وزارة الخارجية حيث شهد سموه ورعاه الله حفلة تطوير وتوسعة مقر ديوان وزارة الخارجية وافتتاح القاعة الكبرى متعددة الأغراض في الوزارة هذا وقد كان في استقبال سموه حفظه الله نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية وقد ألقى سموه ورعاه الله كلمة بهذه المناسبة اشتركوا في القناة 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 شكرا